السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف السادس الابتدائي مدارس الرقية الأهلية أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم اليوم مراجعة الفصل الثاني عشر صفحة 178 قبل ما أبدأ في المراجعة والأسئلة ناخد ملخص الصور عشان نستذكر الدرس سريعا درسنا في الفصل الثاني عشر درسين الدرس الأول الكهرباء الكهرباء شكل من أشكال الطاقة ويمكن أن تسري في دائرة كهربية وهذه ما سمناها التيار الكهربي درسنا في الدرس الثاني المغناطيسيات وتعرفنا أن للمغناطيسيات أقطاب شمالية وأخرى جنوبية تؤثر بقوة في مغناطيسيات ومواد مغناطيسية أخرى تعال نبدأ في حل الأسئلة يلا يا بطل فكر معي أكمل كل من الجمل الآتية بالمفردة المناسبة نقرأ المفردات المغناطيس الكهربائي المولد الكهربائي الدائرة الكهربائية التوازي الكهرباء الساكنة التوالي نقرأ العبارات ونقرأ كل عبارة ونختار لها المفرد المناسب رقم واحد المصار المغلق للتيار الكهربائي يسمى مصار مغلق درسناها هذه اسمها الدائرة الكهربية الدائرة الكهربية هذه رقم واحد نكتبها في الفراغ الأول اثنين تسمى الدائرة الكهربائية التي لها مجال مغناطيسي دائرة كهربية ينتج عنها مجال مغناطيسي ممكن أسحب بالأشياء في وجود التائرة الكهربائية هذه اسميها المغناطيس الكهربائي احسنت المغناطيس الكهربائي هنكتبها في الفراغ الثاني ثلاثة توصل الاجهزة الكهربائية في المنزل بذوائر كهربائية موصولة على اه لو عندنا اجهزة كهربائية السوني والتلفزيون الكمبيوتر المروحة المكيف كل هذه الاجهزة موصلة على عندي نوعين اما توالي او توازي اه احسنت هذه موصلة على التوازي يبا التوازي هذه رجم ثلاثة على اساس لو تم فصل او عطل اي جهاز منهم عادي يتم تشغيل باقي الاجهزة عادي لا تنطفي ولا شيء حتى المصابيح الكهربائية موصولة على التوازي حتى اه اذا حدث عطل في احد المصابيح احترج ولا شيء باقي الاجهزة وباقي المصابيح تشتغل عادي اربع اذا ازيل مصباح كهربائي تنطفق سائر المصابيح في دائرة كهربائية موصولة على اه اذا انطفق مصباح الباجي المصابيح تنطفق هذه دائرة التوصيل على ايش احسنت على التوالي يبقى اربع هذه التوالي نكتبها في الفراغ الرابع خمسة الجسم المشحون يحتوي على هذه اي جسم مشحون يبقى اذا عليه كهرباء ساكنة خمسة نكتبها في الفراغ الخامس ستة يستعمل فراغ في السدود لانتاج الكهرباء خلاص ما باجي الا كلمة واحدة ايش الانتاج كهرباء من اسمه مولد الكهربائي المولد الكهربائي هذه رقم ستة نكتبها في الفراغ السادس والمولد الكهربائي هذا يشتغل اه عن طريق الحركة يحرك داخل التوربين يتحرك بمياه السدود والشلالات عن طريق الحركة يتولد مجال او يتولد تيار كهربائي يوصل الى المنازل يشغل الاجهزة المنزلية اه طبعا هتكتب يا بطل المفردات كل مفردة في الفراغ المناسب هتروح للصفحة اللي بعدها السؤال رقم 14 عند مرور التيار الكهربائي في شريط المسباح فإن الدائرة الكهربائية تتحول الى المسباح الكهربائي اللي عندنا في البيت الطاقة الكهربائية اللي تجيه تتحول الى طاقة ايش هل طاقة ضوئية وحرارية هل كهرباء ساكخنة هل طاقة صوتية وحرارية هل طاقة شمسية ممتاز تتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ضوئية اه يضيء المنزل وفي نفس الوقت حرارية لان ينتج عن المسباح الكهربائي طاقة حرارية تحس بها لو جربت يدك من المسباح الكهربائي تحس بحرارة إذا مسباح الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية كده هتروح لنموز لاختبار يا بطل وتبدأ في الواجب تحل الصفحة هذه فقط 180 فكر وحل واجبك صفحة 180 شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته